التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي رئيس التنفيذي لشركة دي أتش أل إكس براس العالمية وخلال اللقاء رحب رئيس الوزراء بمسؤولي الشركة في مقر الحكومة الجديد بالعاصمة الإدارية مشيدا بنشاط وأداء الشركة منذ بدء عملياتها في السوق المصرية ومعربا عن تطلعه لرؤية المزيد من توسعتها في مصر خلال المرحلة المقبلة من جانبه أشهد رئيس الشركة بالتطور الذي شهدته مصر في الأعوام الأخيرة مؤكدا أن هدف الزيارة هو بحث زيادة حجم استثمارات الشركة في السوق المصرية والذي يقدر حاليا بأكثر من مليار جليه وفي إطار سعي الشركة لتحويل مصر إلى المركز الرئيسي في إفريقيا